قصف عنيف على الأحياء السكنية بتعز حيث جددت ميليشيا الحوثي إطلاقاً نيرانها على المدينة وسط حالة من الهلع والخوف بين أوسات السكان الذين يعيشون أيام شهر رمضان في ظروف معيشية صعبة الميليشيا كثفت قصفها المدفعي على سكان المدينة فيما أكدت مصادر محلية سقوط قذايف على أحياء عصيفر والروضة وتظهر الصور آثار نيران القصف في أكثر من مكان ولم ترد أي أنباء عن حدوث إصابات أو عن سقوط ضحايا لكن عودة القصف الحوثي أعاد للذاكرة ماسات المدينة المثخنة بدماء ضحاياها المدنيين نهاية أبريل الماضي قصفت ميليشيا الحوثي مدرسة الحجر للبنات متسببة باستشهاد طالبتين وجرح أخريات في الوقت الذي ارتكبت فيه مجزرة بريف المدينة بعد قصفها الصاروخي لمنزل في قبل حبشي ما أدى لاستشهاد امرأة مع بناتها الأربع القصف العنيف لميليشيا الحوثي يأتي في ظل تجمد المفاوضات السياسية بسبب الموقف الأممي المتماهي بنظر الحكومة مع ميليشيا الحوثي في الحديدة ويرى ناشطون أن الطريقة الأممية والدولية في التعامل مع الحوثي هي التي تجعلها تستمر في اعتداءاتها على المدنيين وأحيائهم السكنية في تعز ومحافظات أخرى استمرار ميليشيا الحوثي في قصفها على مدينة تعز يتزامن مع حالة الجمود العسكري باتجاه تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي وهو الجمود التي تحاول قيادة محور تعز تحريك ركوده حيث أفادت الأنباء بقيام قوات الجيش بتحرير العديد من الأماكن شرق المدينة